مرحبا كيف تكونوا وإن شاء الله دايما تكونوا بخير وصلنا لأجمل الأماكن السياحية في إقليم كردستان العراق اسم المنطقة قلي علي بك نحن قريبين على الحدود الإيرانية شوفوا المكان بصراحة كله مي لازم الواحد يا أما يشلح من أجري يا أما راح تتبلل مضبوط شوفوا المكان هلأ في ناس عم يمشوا حافين وفي ناس لا لكن مات دينا مات دينا مات دينا مدسترجنا يعني والله في ناس عم يشلحوا وفي ناس لا مات دينا 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 وفورا هون حاطين محل لبيع الشحاطات لكي يبدوا يشلح فورا يأخذ شحاطة من عندهم شوفوا المكان الحلو مات دينا مات دينا بس المي باردة يا جماعة مي باردة بوز شوفوا جمال هذا المكان والله شي خيالي الله الله على جمال كردستان ونعم بيئو عسل كيلو التباليو كند هي كيلو كيلو بسي حزار كيلو بسي حزار مرشي تنة الكيلو يا جماعة تقريبا بشي ب 18 يورو الله عباس جبلي ذيتياي عم يقول هذا عسل جبلي بس مع الشمع شي تمام لا الكيلو بعشرين يورو يا جماعة بعشرين بس عسل عم يقول عسل بيتو يعني عسل جبلي الله على هذا الجواء يا عيني شوفوا على هذا الشلال ماشاء الله مي قوية كثير شوفوا على هذا الشلال ماشاء الله مي قوية كثير يا ماشاء الله شوفوا شوفوا يا عيني على جمال هذا المكان على فقرة المي قوة المي الرزاز رزاز المي عم توصل لهون الله على هذا المكان عن جد المي قوية كثير يا جماعة رزاز المي عم يوصل لهون قوي كثير شوفوا يا جماعة هذا المكان انها كردستان شوفوا من هاي الزاوية ما احلى هالمقطع يا ماشاء الله يا ماشاء الله يا جماعة هاي اذا فجأ المي اجد بقوة والله الناس راح تروح فيها وكلها هاتنا يعني اذا اجد بقوة شوي اكتر الله يسطر والله قوية شوفوا الرزاز المي عم يوصل لهون يا سبحان الله انها كردستان يا جماعة شوفوا اذا هابين تشوفوا اجمل الاماكن السياحية في قدستان اشتركوا بقناتنا على اليوتيوب عن جد طبيعة يعني مو موجودة حتى بسويسرا شوفوا التصوير من هاي الزاوية قديش حلو شوفوا يا جماعة شوفوا شوفوا تقليم كردستان العراق العراق هي الدولة الخامسة بمشواري على اليوتيوب شوفوا جبال كردستان على الحدود الإيرانية شوفوا وهون في رجال كبير بالعمرة يبيع عصر يا جماعة بدي حجي محمد هذا حجي محمد يا جماعة وبيدي جرب العصر تبعه الكيلو وبعشرين يورو طبعا عصر الجبلي هو ساكن بقرية هون بجبال كردستان ساكن بهاي المنطقة في بيوت قريبة من هالجبال وبيبيع العصر تبعه وبيبيعه هون مع شمعه عصر أصلي الكيلو وبعشرين دولار بدي دوق هلا يا جماعة بدي دوق وشوف هلا ما بعرف انا اصلي ولا لا مية بالمية ما بعرف اذا بدوق بالدوقان راح يعرف يعني الواحد ولا لا هل طيب؟ لا هو طيب صراحة طيب ايه اه تعرفوا شو الغريب فيه؟ انه مو تقيلي كتير مو تقيلي كتير يعني الواحد يأكل تلات اربع معالق كبيرة ايه انه مو كتير يعني مو مزعجي يا جماعة عن جد كتير طيب كيلو وعشرين دولار هلا لا بسرعة يكون انتو خيصوا لغالي يكتبونا بالتعليقات وهلا هون راح انهي هذا الفيديو وراح اترككم بكم ثانية مع هذا المنظر الحلو باخر الفيديو ياريت الي مو مشترك بالقناة مشان تشوفوا كل تفاصيل الرحلة بكردستان بالعراق بالدولة الخامسة بمشواري وان شاء الله قريبا راح نسافر على بولونيا وبعدين على اردن كمان وليست الخير لأدام اشتركوا في القناة